من بعض الأخوة الذين يزعمون أنهم ملحدون أو يزعمون أنهم ربوبيون يعني يعترفون بالله عز وجل ولكن النبوة المحمدية لا يعترف بها ولا بالقرآن وكذا يعني معظم العلامة الفارقة في جميع هؤلاء التي وجدتها أنهم يعتبرون الواقع هو الإسلام وهذه مشكلة أن الواقعنا التراثي والتقليدي هو الإسلام ليس عندهم أي استعداد لمعرفة الإسلام الأول أو البحث عنه أو توظيف القطعيات أو البداية بها الإسلام ما هو؟ فالإسلام في القرآن الكريم لما تجمع جميع آيات الإسلام من القرآن ستجد أن له ثلاث مراحل وهي مراحل إنسانية طبيعية عقلانية سمها مشهد أن ديننا الإسلامي مش معناه؟ معناه أن تقبل على المعلومة بالصدق لاختبارها والتفكر فيها وتدويرها ثم تسلم بها إن كانت صحيحة ثم لابد أن تنعفس على سلوثك الإسلام أركانه في القرآن هو الإقبال الركن الأول أن تقبل على المعلومة بالصدق النية جميع حواسك بالسمع بالبصر أن تنظر المعلومة نظرة صادقة هذا أول مرحلة أول مرحلة من مراحل الإسلام القرآني فلذلك في القرآن فإن أسلم وإن تولوا الموضوع الثاني التسليم إيش معنا التسليم؟ التسليم أن تسلم بالمعلومة التي تقتنع بأنها صحيحة لن يطلب الله منك التسليم بمعلومة غير صحيحة أو لا ترها صحيحة التسليم بالمعلومة الصحيحة هذا التسليم لا بد أن ينعكسه على العمل الصالح فلذلك عمل الصالحات في القرآن طبعاً عدم التفرق لنا القلوب وأخباتها وهو عكس القسوة القلوب الأطاعة وهو عكس المعصية وهذا هذا هو الإسلام بالله عليك أما أن تأتي له وتقول عليك خمس صلوات في اليوم والليلة وعليك صوم رمضان ولا تعرف العلن هذه وسائل الصحيح هي فرائف وهي شرائع وهي واجبات والله أمر بها ولكن يا أحبابنا هناك فرق بين الوسائل والأوامر الكبرى الغايات أسميها الغايات العلية يعني بمعنى لا يعلمونكم بأن هدف الصلاة لها غاية وهي الذكر وأقم الصلاة لذكري ولا يعلمونكم بأن لها وظيفة وهي إن الصلاة تنهي عن الفحشياء والبنكر ولا يعلمونكم حتى بلبها وهي وهو الخشوح الذي لهم في صلاةهم خاشر كل هذه الثلاثة الأمور الغاية والوظيفة واللب الأصل أهم ما فيها لا يعلم هل ترون بأن المسلمين يصدقوا يعني يقبلون على المعلومة بصفاء الذهن ونية أم لا وهل يختبرونها ويسلمون بالمعلومة الصحيحة أم لا قليل قليل جدا موجود يعني من قليل